اشتركوا في القناة تكون مركز جذب للعديد من المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية معتبرا هذا مؤشرا لأداء القطاع ليعكس بذلك قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تطوير قطاعاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أتمنى مع الإعلان عن مدينة المعارض الجديدة التي سوف تفتتح في العام 2021 أتمنى أن نستضيف معارض كبيرة تكون هي بادرة لإقامة معارض أكبر في مملكة البحرين وأن المملكة تستفيد من هذه المعارض بلغت كمية الأسهم ووحدات الصلاديق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع أربعة عشر مليون واربعمائة وستة وثمانين ألفا وسبعمائة وأربعة وستين سهما ووحدة وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها مليونين وثمانمائة وخمسة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وثلاثين دينارا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال ثلاثمائة وستة وستين صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم تسعة عشر شركة ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ست شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابقة واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصب قطاع الخدمات أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول وجاء في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات بتلكو أعلنت كل من أرامكو وسيمبرا أن شركتهم التابعتين لخدمات أرامكو وسيمبرا للغاز الطبيعي المسال وقعتا اتفاقية مبدئية يتم التفاوض بموجبها على إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية شراء خمس ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة عشرين عاما من المرحلة الأولى لمشروع بورت أرثر في أمريكا لتصدير الغاز الطبيعي المسال والذي لا يزال قيد الإنشاء وكذلك التفاوض على ملكية استثمارية نسبتها خمسة وعشرين بالمئة في المرحلة الأولى لمشروع بورت أرثر للغاز الطبيعي المسال وإعدادها بالصيغة النهائية وقعت مصر اتفاقية مع شركة قبرصية لمد كابلات بطول ثلاثمائة وعشر كيلومترات تحت مياه متوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا حسب ما أعلنت الشركة ووصفت شركة يورو أفريكا الاتفاق المقدر قيمته بملياري يورو بأنه اتفاق تاريخي ومن المتوقع أن يستغرق المشروع ستة وثلاثين شهرا منذ بدء البناء وسيتم ربط شبكة الكهرباء المصرية الوطنية مع نظام الكهرباء الأوروبي عبر قبرص وسيسهم ذلك في تعزيز أمن الطاقة كشف تقرير لشركة هواوي الصينية أنها قد تطرح نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول في الصين وذلك بحلول الخريج في القادم وأن النسخة الدولية من النظام قد تكون جاهزة في الربع الأول من عام 2020 وذلك بعد أن أدرجت الولايات المتحدة هواوي في القائمة السوداء ووقعت الشركة في ورطة بعد قرار شركة جوجل حرمان أجهزة هواوي من نظام التشغيل أندرويد الخاص بها